اليوم هنجرب أكبر بيتزا في الإمارات بس بالبداية حابة أعرفكم على السيارة الجديدة باختصار ليس سيصير إن أنا آية ثلاثة شباب من اللي بتابعوني على منصات مختلفة هنروح نجرب معهم البيتزا هنروح نوزع بيتزا على بعض الناس المحتاجين وهنلفلف شوي بالسيارة نشوف شو رأيهم بالسيارة ماذا أعلم بالانطباع الأول؟ هناك أطباع هوا نحن نرى كيف يوضع هناك كفخانة موجود هناك خواص حلوة كم سيلندر صحيح هذا لا أعلم لك يا بديك تحذر أنا أحد عص حوائف بنص الشارع أقول لك احذر كم سيلندر لكي أعلم الصغيرات أيضا أظن الإجابة ستفاجئ نقول بسم الله إن لم ترى ما تدبي يمكن أن تكون أريح لك ها تنهيك في عيني الأقب ها تنهيك في عيني الأقب يعني عادة أن يمشتروها لديهم شفرية ها سؤال الثاني بيكون صراحة السعر السيارة موجود احذر كم سيلندر حاسم إحساس الموجودين بالسيارة اوكي أنا بحكي V8 حلو V2 حلو 6 6 لا لا مستحيل مستحيل يا جماعة الخير هذه السيارة V4 لا لا V4 بس المركبين عليها توينتر V4 هلا ها خلاصة بشوفها انه هاي مش شغل بسنت على هاي المغامرات هاي السرعة هاي شغل الفخار هاي واحد راح اشغله واحد راح اشغله يروح هاي مع الشفير هاي شكلة هاي هاي شكلة هاي شكلة هاي الوسع انا اسألكم عن الوسع الوسع اللي عندكم انسى الكرسي الوسطاني بس اللي اشرين وهيك ملا ك PUKEEPت حتى مش كان امس يمكن تنيباس ها دول زحله ها ها نحنل لأون نظرة اشترك 42 اشترك لأنه لديه أكبر فيزا في الامراض أكبر فيزا في الامراض الي بالصورة الي بالصورة فإحنا يجينا اليوم عشان نخيمها ومرة تانية شو استفادت أنا إذا أنا لحالي جيت أخيم أكبر فيزا في الامراض ما نجيب الشباب نخيمها مع بعض ما منقصر نخيمها مع بعض ليش لا أنا خوفي الوحيد إنها تكون متكفي ولا لا وصدت الشباب ما يفطروا دهيل لما تواصلنا أخرج من ابتنا ونرى نرى ونرى نرى حتى نشرح الحجم آخر ما منقصر فإنها ترى كيف هو الوضع مبارح نرى هناك شخصين بإمارات أكبر فيزا في الامراض كلها ومع الشباب الطيبة اللي يجو معانا اليوم لكي نجربوا السيارات السؤال الحقيقي هل هنخلص وإذا آه هنطلب غيرها إذا لا قدش هيضل لازم نشوف كيف نبلش؟ ما أفعل مش عارب بصراحة أول مرة واحد بنحط الدارس وإن دار حجمان يالله ما كشبه التذير لكم فتاة زمان قالت لهم شخصين خلصوه همين شخصين؟ هدول هدول كانت ستغلر هوال واو تقسر الشباب مش قادرين طلبو بالدارة حسنا شباب جماعي جيد مغامرة لأنه فرطلع شقف الفيزا لازم انت إش مرتين ثلاثة تبعجوا فوق بعض عشان توسع ومور صحيبة الفيزا حلو وهلا بس نخلص بنعمل تقيم ونرى كيف صار منذ الصينية هل بنا نأخذ تقييم الشباب واحد واحد بخصوص البيتزا جبنة من عشرة عديش بتعطيها تمانية من عشرة لم أحسيت بطعمة جبنة ممكن أقول ستة سبعة العجينة من عشرة تمان تمانية من عشرة سبعة ونصف يعني بيعطيها تسعة المذاق بشكل عام عشرة من عشرة باربيكيو مباشرة أبدا بس هون عجب كانت فضيحة ما اتوقعت أنا بكره أصلي باربيكيو وبدأدول يعني ترزاكي والله كثيرا أحبت الضمان فأعطيها تسعة طيب هذا أصعب سؤال اشبعته لا من عشرة شوفتني شوفتني بكي يترجعني يكمل أصحابي بكي يدخل مش بادر والله شبعته زيادة الحمد لله فأكيد ستكون عشرة الحمد لله الحمد لله شبعت الحمد لله الحمد لله لدينا مهم أخي بما إنه إحنا أكلنا فيديو عشان نحقص إحنا على التقليد على كل فيديو نحن نحن نخلص نجيب فيتا ونوزعها عشان هم كمان يأكل حسنا 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 نخلص ننكر البي ام 700 سيرز يا أخي عشان إحنا بزنسمن لازم كمان نساعد الناس ان يأكلوا هكذا فإن شاء الله حسنا نخلص نروح نجيب فيتا ونعطيها لبعض الناس نوصل الشباب الطيبة على المول ря equipo ثورة تعريب تست焚 حقيقة خانة حتسند عشان شوص مأشان تقريبون موووووواا اكبر بخير النابل بعد chỉح فيها اشياء زيادة انا مسارحة بس بتفيدني بتشجعني كمان اني اخر سيارة زيها او هي نفسها شكل السيارة بشكل عام تسعة من عشرة من بره من جوه جنن كلير غير الابشيز وكده عشرة فوق العشرة واو اداء السيارة من عشرة كمان تسعة من عشرة يعني كقوة كده لا يعني هاي اداء بحسها انا شغلت راحة بشغل انه والله انت كا ابضاي اه اه بسرعة وهيك ابدا لا بتصبط اه ولا انك مناورات تلفوا كما ما فيش شي كثير انها هدوء وهيك فا اداء يعني معطيه شغل بجال عمال اشي عاني اداء خاسك بستة الراحة من عشرة لا 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 هاي عشرة من عشرة تسعة من وصف كما انت شايف كده انام اشتبيه والله اشتبيه والله اشتبيه هسته مش ضايق طويل انا انا بحاني من الطول فلا ولا حاز حالي ولا طويل ولا اشي ولا هدا فباعطيه لراحة عشرة مكيفات من هنا من اليسار فعشرة او اكثر حتى اذا اعطوك 500 الف درهم وحكولك اشتري سيارة من بي امدوغي بتختار هاي او واحد ثاني اه بفضل ال i8 بس كمان هاي بتكون مي سيارة اوبيشن لا اشتري واحد الثاني حسا انا كشب انا حسا ما بأخذها وبعدين اكيد بعدين اكيد حسا لا ادعوا على سيارة ثانية مضبضبة وادائقون فالشباب يدوروا على الضبضبة والسرعة فهاي لا هاي كثير واسعة وشغل رجال عمالي احنا ودعنا الشباب اللي شاركوا معنا شكرا كثير لكل حالي ايجا محمد عبدالعزيز وصفوت طبعا الشباب بنائناهم بشكل عشوائي بس القاسم المشترك بينهم انهم يتابعوني على كل المنصات المنصات الرئيسية تيك توك، انساب يوتيوب، سنابجان تابعوني هناك وان شاء الله المشاريع الجاية انتوا لكم فرصة كبيرة تشاركوا فيها شوفنا زين على وجوده معنا وانا عارف احنا كان مفروض ان ننزل فيديوهات بشكل اسرع بس لانا احنا شغلنا على مشاريع كبيرة الموافقات عليها تاخد وقت فان شاء الله اول نتيجة الموافقات بس بصراحة انا زيت من القادة حبيت اعمل شغلة اوريكم بس يعني مذاق وشغلة بسيطة من اللي جاي في المستقبل ان شاء الله فهذا هو ان شاء الله ان شاء الله تكونوا مبسطوا واستمتعتوا ويعني ضل لكم خلو عينكم على استوريات على الانستقام لانه هدول اللي حكون فيهم اعلانات شغلات اللي كبيرة خلو عينكم بشكل قريب جدا جدا وان شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي اعطيكم معافية